أنا لسه عندي خمس دقايق فأنا عايز أتكلم عن يوم النحر وده يوم من العشرة جميل صح؟ ده يوم جميل أول وده يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى آه ده ليه بقى أحب الأعمال إلى الله في الحج العج والسج عرفت دول إيه العج والسج؟ العج اللي هو التلبية والسج لإراقة الدماء فحاجة جميلة جدا من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلها من العبد يعني دي أحب الأشياء العج والسجل هو الزبح نحر الهدي التعالى حج كمه أيو فإحنا هنا في مثلا مصر عندنا زبح الأضحية ليه بقى زبح الأضحية دي؟ كانت امتسال لأوامر الله في سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعي ونعم بالله فطالما إن احنا فيه امتسال للأوامر طالما إن احنا بنحاول نقتدي ودسنة وعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته كمان بكبش أملح وكبش تاني دي فإحنا بنقول إنه الأضحية لازم تكون مواصفتها كالآتي أولا حلوة يعني حلوة يعني الجدي أسطولي يا أخي ما هي لازم يكون لها قرون ملفوفة كبش أقرن أملح يتسيبونها بالك يعني أقرن يعني ليه قرون ملفوفة صحته كويسة فالجدي بتاعك ده مش هينفع كأضحية لازم تكون حاجة من الضقن البقر الجموس الخرفان أنا عندي سؤال للناس اللي هي ربنا يعني ميسر لها حلا وبتيجي تقول إن هي بتتبح قبلها قبل اليوم النحر ده بيوم كده علشان خاطر توزع على الفقراء ده صدق آه ما أنا هقول لحضرتك هسألك هل استدقى هنا أفضل وأضحي مثلا بخروف يوم العيد ده يا حر هو حر أنا عايزة أعرف الأفضل أيوة طبعا ولا إنه أنا خلي الجزء اللي أنا هضحي به ده أو اللي أنا إمكانياتي جايبا ده يبقى أضحية كاملة هقول لحضرتك طالما كده كده بوزعه لو أنا هعمل الجزء الكبير أو اللي أنا هوزعه مثلا بقرة خلاص أو عجل هعايزة أعمله بس ما عنديش وقت والجزار مش فاضي إلا اليوم اللي قابله ولو ما كانش شوفوا بقول إيه هاتبح خروف لأ طب اطبح لده البقرة بالليل دي صدقة وإديها للناس الصبح واتبح الخروف الجزار قال له أنا هوم نص ساعة تك تك خروف عجل لأ لكن قبلها أوه هجيلك أنا عندي شغل كتير في الحالة دي أقول له ما تحرمش نيز بس إحنا عندنا أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ما هو عايز يدي بقى مسافر الرجل بسافر بس بس القصة دي حصل قبل كده عندي أنا عايزة يعني كندا لو فيه زروف لكن لو ما فيه زروف طبعا طبعا الأفضل إنك تتقرب إلى الله بالأضحية إنها تكون عجلة أو بقرة أو جابل هم بيقولوا إن دي سنة والصدقة برضو تعتبر سنة أيوة يا حبيبتي بيش سنة بس يعني بيقولوا إنه ده واحد كله لله اللي قادر يعمل أنا عايزة رأي الشرعي الشرعي هو الأضحية كل ما كانت أكبر كل ما كانت أفضل أيوة أنا عايزة دي بقى الأفضلية آه يعني ده أفضل من جميع تبقى صدقة وإنها هتقرب إلى الله ببيضة الصدقة كويسة ببيضة زي ما هتقرب بجمل لا طيب ما هي ده القرب إلى الله كلما زاد العمل كلما زادت الصدقة ما دي صدقة كلما كانت أفضل واخد سواب أكبر وإن أنا نفست أوامر ربنا وقرقت الدم اللي هو مطلوب من إننا نعمله فأنا عشان مش بخيلة وعندي ربنا مؤسس عليا تقربت إلى الله بعجل كبير أو بقرة كبيرة أو كذا لكن ما شونا حاجب جدي صغير أيوة مش كده بس طب ولو الإمكانيات هي جدي لا ما هو أنا أصل ده سنة آه ما هواش فرد يعني لو أنا قادر عمله مش قادر مش هينو بعد الأضحية مش دي مواصفات الأضحية دي مش مواصفات الأضحية لازم تكون زي ما قلت لحضاتك إنه تكون مثلا أقل حاجة تكون خروف يعني حلو وليه مواصفات سليم من العيوب ليس هناك عرج ولا في كسر ولا كذا ويكون قرون بتاعته ملفوفة يعني كل ده أنا بقدم لربنا القربة تكون أحسن حاجة وأفضل حاجة موجودة عندي صحيح معي رانيا آخر حاجة آخر مدخلة معنا رانيا معي فاصل طيب يستند كتير معلش بس لكن احنا كنا حابين نوضح الأضحية بتاعتنا والحقيقة إن أنا ببقى سعيدة وحضرتك معي دايما كده بيوضحيننا حاجات كتير وبنعرف أكتر من نتعلم من حضرتك بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك والمشاهدين وكل عام وأنتم بخير حضرتك بقى الفخير يا رب